طب أنا أبدأ بقصيدتين بقصيدة مولاي خادم الحرمين سأتبعها بقصيدة سيدي ولي العهد نراك عظيم الحزم شيمتك الصبر نراك عظيم الحزم شيمتك النصر وما بك عن دحر العدى في الوغى صبر فهذه الرؤوس الغدر ذلت وطأطأت وسيفك مسلول يطيب له البتر نراك عظيم الحزم شيمتك النصر وما بك عن دحر العدى في الوغى صبر فهذه الرؤوس الغدر ذلت وطأطأت وسيفك مسلول يطيب له البتر فخير بغاة الشر بين حتوفهم أأسر أم الإذعان ذلا أم القبر ألا إنك الأمجاد والعز والعلى ألا إنك الإسعاد والفخر والذخر هنيئا لهذه الأرض سلمان مجدها فلله كل الفضل والحمد والشكر ومن مثل هذه الأرض في الأرض كلها ورايتها التوحيد والسيف والذكر ومن مثل هذه الأرض طهراً ورفعةً لها خدمة البيتين لا ينتهي الفخر ومن مثلها في الأرض مملكة الذرى هي العون للمحتاج والعطف والبر ومن مثل هذا الشعر فكراً ومنطقاً فيا سيدي سلمان فيا سيدي سلمان إني أنا الشعر هنيئاً لهذه الأرض سلمان فخرها فلله كل الفضل والحمد والشكر ومن مثله صقر الجزيرة في الورى مؤسسها العملاق والعابد الحر حباه إله الناس عزماً وحكمةً وحكماً رشيداً منه يستشرف الفكر وعلمنا عبد العزيز دروسه فمن بحره المعطاء يستجلب الدر ومن بعده سار الكرام بنهجه وبالمفتدى سلمان يستكمل السير هنيئاً لهذه الأرض سلمان عزها فلله كل الفضل والحمد والشكر ألا أيها المرجو قدراً وهيبة لك الفصل والإقرار والنهي والأمر ألا أيها المحبوب طبعاً وشيمةً ففي قلب هذا الشعب يُعلى لك القصر هنيئاً لهذه الأرض إخلاص شعبها هم الصدق والإيمان والسعد والبشر هنيئاً لهذه الأرض تصميم أسدها هم الجد والإنجاز والبذل والوفر هنيئاً لهذه الأرض سلمان قلبها فلله كل الفضل والحمد والشكر هنيئاً لهذه الأرض أبطال جيشها هم الرُّعب للأعداء والفتك والذُّعر هنيئاً لهذه الأرض حُراس أمنها هم الدرع والإقدام والأمن والستر وما ضاع عمر للشهيد ولن قضى ألا إنه حي ولو نفد العمر فسبحان من أعطى الشهيد خلوده هو الواحد الرحمن والباصط البر هنيئاً لهذه الأرض إعلاء دينها فلله كل الفضل والحمد والشكر الله 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 صح لسانة قصيداً لولي العهد الله يحفظه إليه انتهاء المجد أم عنده ابتدى هو المجد ليس المجد إلا محمد ولا يُعذر الحساد في الغل مطلقاً ولكنه الإنجاز يصنع حسد بعيدٌ على أعدائه خدش ظله كبعد الضلال الفج عن واضح الهدى عصيٌ على أعدائه حجب خيره سُدى حجب نور الشمس يا جاهلاً سُدى له حكمة الأشياخ خير أولي النهى وعزم الشباب المستديم بلا مدى وحسب اقتضاء الأمر يعرف درعه أحكمته المطلوب أم عزمه ارتدى تأخر حتى نستطيب بجذره ومن طيب بعض القول تأخير مبتدى فلم يترك الرايات حتى تسعودت ولم يترك الإنجاز حتى تسعود ألا أيها الهطال جوداً ورحمةً وإنك غيثٌ لا يبارح سرمدًا ألا أيها الأبطال أجمع عامدًا لمثلك أنت الجمع لو كنت مفردًا ألا أيها الأخلاق طبعًا ومنبعًا وحلًا وترحالًا وفرعًا ومحتدًا تواضعك الأخاذ يكسوك هيبةً جديرًا بها قد دمت خلقًا ومشهدًا ألا أيها الجبار فتكًا وغلظةً لكل أثيم زاغ أو باغٍ اعتدى وزير دفاع الدار سيف هجومها فعلّ لنا الرايات دمت مسددًا ودمت لنا ذخراً وفخراً وعزةً وعزماً وإخلاصاً وحزماً وسُعددًا ودمت تقياً نفسي لله خاضعًا وذلك للرحمن يبقيك سيدًا ألا يبن عم الفذ معنًا وقدرةً وشعرًا فريد الصنف ليس مقلدًا ألا إن مجد القول مجد قصائدي وها أنا ذا أهديك شعرًا مخلدًا أقلّي هو الإتقان كيف بأكثر وعند انتهى الإبداع ملكًا مشيدًا فلا يُعذر الحساد في الغل مطلقًا ولكنني الإعجاز أصنع حسدًا